اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المضلات والساعق المصرية والقوات الخاصة الباكستانية استمرت الفعاليات على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المضلات وتضمنت المرحلة الختمية تنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوية لعناصر قوات الخاصة من الجانبين أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية في مختلف الظروف